هناك شريحة كبيرة من المجتمع الأمريكي اعترضت ولازلت تعترض على غزو العراق مثلا هناك من يقول بأنه لم يكن من الضروري القيام بغزو العراق حتى أن الأجهزة الاستخبارية الأمريكية كانت تقول للرئيس جورج بوش الابن آنذاك بأن غزو العراق سوف يؤدي إلى مشاكل كبيرة من الشرق الأوسط في الشرق الأوسط مثلا إيران سوف يسمح لها بالتدخل في شؤون العراق وفي شؤون بقية دول الشرق الأوسط يعني كان لدينا معلومات استخبارية تشير إلى أن ذلك سوف يحصل كذلك كان هناك معلومات كافية تشير بأن العراق تريد أن تنتج القنبلة النووية لأن إنتاج المسألة السلاح النووي كان في نية شاه إيران آنذاك ولكن على صعيد أنه سوف يقوم بأعمال بإنتاج كمية قليلة فقط لسد الثغرات في مسألة الكهرباء مثلا في مساء الإنتاج المواد الطبية في مساء الإنتاج المواد الصناعية ولكن الاستخبارات كانت دائما تقول بأنه هناك إمكانية بعد أن حصلت الثورة في سنة 1979 هناك إمكانية كبيرة على الرغم من أن إيران قالت بأنها لن تنتج القنبلة النووية آنذاك ولكن كان هناك معلومات تشير بأنها سوف تقوم بذلك إذن جورج بوش عندما قرر غزو العراق تسبب بدخول إيران أولا إلى العراق ونجد ما تفعله إيران في الوقت الخاضر في سوريا ولبنان واليمن والعراق هذا تم نتيجة للأخطاء التي ارتكبها الرئيس جورج بوش بنظري وبنظر عدد كبير من المراقبين كذلك مسألة الإنتاج النووي كانت مهمة يعني معلومة أمام أجهزة الاستخبارات الأمريكية ولكن على الرغم من كل هذه المعلومات قرر غزو العراق واحتلالها وحصل ما حصل